اكتشاف يوثق لأول مرة في العالم هذا ما حققه طالب دكتورا في جامعة تكريت خلال أجراه دراسة علمية عن الفيروسات الجديدة نتابع مع محمد الربيعي ثلاث جينات فيروسية حديثة تسجل باسم طالب عراقي كاكتشاف يوثق لأول مرة في العالم ضمن بيانات معحد المعلومات الوراثية في كاليفورنيا هذا ما حققه طالب الدكتورا في جامعة تكريت رعد محمد بعد إجرائه دراسة علمية تختص باكتشاف الأمراض والفيروسات التي يمكن أن تصيب النباتات وتؤثر على مستوى نموه وانتشاره بعد انعقاد مجلس القسم في قسم مقاية النبات كلية الزراعة جامعة تكريت اقترح المشرف بحث أنه نبحث عن فيروسات الجد بطرق مناعية وجزئية تمكننا من تحليل جينوم الجيت الجينومي كامل الجيت في كوريا الجنوبية باستخدام تقنية الـ Next Generation Sequence بعد إكمال التحليل الجيني إلها باستعمال برامج الـ Bioinformatics وجدنا أن حصولنا على ثلاث فيروسات تسجل لأول مرة في العالم الباحث حذر من خطر هذه الفيروسات الجديدة التي يمكن في مراحل متطورة منها أن تكون مميتة للنبات وتسبب خسارة موسم زراعي كامل تسبب تقزم بالنبات ممكن أنه تسبب نيكروسس بالنبات كلورسس بالنبات يعني تنخر بالأوراق وتلوم بالأوراق هذه المشاكل كلها تؤدي إلى ضعف عام بالنبات ضعف العام بالنبات بمراحل تطور المرض بالمراحل النهائية ربما يؤدي إلى الموت النبات وبالتالي خسارة موسم زراعي كامل وبعد الوصول إلى هذه النتائج ارتأت لجدة الإشراف على الطالب رفع مستوى التحدي لاكتشاف علاج خاص بهذه الفيروسات فقامت بزرع أكثر من مئة تعامل مختلف مع بعض المزروعات لمعرفة الطريقة الأنسب للحد من انتشار هذا الفيروس احنا مكتفينا بتسجيل الفيروسات راح عملنا أيضا وهذه العمل مالتنا على وضع برنامج مكافح متكامل وهذا كل مربع يمثل يمثل معاملة ما للحد من انتشار الفيروس ويضيف هذا الاكتشاف الحديث ضوءا جديدا على مستوى الأبحاث العلمية في البلاد بعد تخطيه حدود المكتشفات العلمية السابقة على صعيد النباتة ومعالجة أمراضها محمد عهد الاربايعي الرابع صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر